في الأخير البيان تم أو تمنى لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن والقيام بالمراجعات الضرورية لتحقيق إصلاح سياسي عميق رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف كان هذا جزء من البيان الذي نشرته حركة مجتمع السلم بعد كما أشرت الأغلان عن النتائج دكتور أو بروفيسور بن صغير قراءتكم لهذا البيان ربما القراءة الأولية لهذا البيان الصادر عن مرشح الفائز الثاني بهذه الانتخابات سيد عبد العالي حساني شريف يعني البيان سيغاب بالتزان وكان من حيث المصطلحات مضبوط يعني ضبط جيد وأيضا كتبه بلغة سياسية يعني خلينا نقول فيها هدوء تام لأنه لو نشوف ردة فعل عبد العالي حساني شريف مباشرة بعد إعلان السلطة الوطنية مستقلة الانتخابات كان يعني انفعال كبير ردة فعل كانت نوعا ما عنيفة جدا على هذه الأرقام وكان يعني يتكلم في الندوة الصحفية بلغة نوعا ما شديدة الآن الأمر مختلف تماما في الندوة الصحفية تعليوم كان هادئا يعني هدوء تام قراء البيان يعني بطريقة متزنة لأن البيان يحمل في طياته أول شيء يعني فيه غضب شديد توجاه ما قامت به السلطة الوطنية المستقلة من إعلان النتائج ودعا إلى خلها طبعا يعني وأكثر من ذلك قال في البيان ما قامت به يعد جريمة انتخابية ويجب يعني متابعة المسؤولين عن هذه الأفعال أيضا هذا البيان يعني ربما تكلم بلغة سياسية يعني أنه في نهاية المطاف هو قدم طعن قانوني وأيضا قدم طعن سياسي لأنه المسألة فيها فيها جانبين بالإضافة أيضا أنه الاعتراف من خلال تهنئة في نهاية المطاف يعني لما يهنى سيد حساني رئيس الجمهورية المنتخب ويتمنى له كل التوفيق والسداد إلى آخره هو اعتراف أيضا بصدقية هذه النتائج يعني اعتراف من طرف الفائز الثاني الذي يعني اعتبر نفسه باللي هو المتضرر الأكبر من هذه النتائج فإذا يعني يبدو لي الآن أنه الأمور أصبحت واضحة الكل يعني يوافق على هذه النتائج وهذا الترتيب في النهاية المطاف في المرتبة الأولى والثانية والثالثة تعبر عن فرز الحياة السياسية في ثلاث أقطاب سياسية وهو اختيار أشراب واختيار الصندوق اليوم السبع من سبتمبر يعني ثلاث أعائلات سياسية كبرى تمثل كل يعني كل مترشح يمثل اتجاه معين